موسيقى أصدتم أوقاتا مشاهدين هذه حلقة جديدة من منشط أحمر معي أنا ريمان عيسي إلى أبرز المنشطات لا يمكن أن يصنف الاستهتار بأمن المواطن على أنه مناورة أو ضغط سياسي الحلبوسي يعلن بأنه سيتخذ مواقف جدية بمجمل المشاركة في العملية السياسية الأمن والصراعات السياسية والتدخلات الخارجية مهمة معقدة تنتظر سخيرة الأمريكية الجديدة في العراق وخارطة أمنية معقدة تتحكم في سنجار حزب العمال الكردستاني وفصائل أخرى أمام الجيش العراقي القوات الرسمية موسيقى أربع وفايات وثمان عشرة إصابة بالحمى النصفية خلال أيام معظمها في ذيقار أصح تحذر من التهاون في إجراءات الوقاية موسيقى وتتابعون في منشط أحمر ما مصير تويتر بعد صفقة إيلون ماسك وهل سيشهد التطبيق تغييرا في سياسته موسيقى أهلا بكم مجددا في ظل وضع سياسي مضطرب وأمن يتراجع ومحيط يتغير باستمرار أفقا للتطورات الدولية يصلت تقرير أمريكي الضوء على العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق التحديات التي قد تواجهها السفيرة الأمريكية الجديدة في البلاد لكن السؤال الذي يفرض نفسه بقوة هو هل سيتمكن العراق من النأي بنفسه عن الصراعات الدولية ومنع القوى الأقليمية من استخدام أراضيه ساحة لتصفية الحسابات نتابع التقرير ثم نعود لنجيب على هذا السؤال موسيقى حتى بعد إجراء الانتخابات ما تزال الولايات المتحدة الأمريكية تنظر للعراق على أنه واحد من أكثر البلدان غير المستقرة في المنطقة تخلص سلسلة تقارير دولية إلى أن تلك النظرة نابعة من استمرار ذات الخلافات على الأسباب ذاتها وتعطل العملية السياسية طيلة هذه الفترة إضافة لملفات أخرى تتعلق بالأمن وانتشار السلاح المنفلت ويقول تقرير أمريكي أن مهمات كبيرة تنتظر السفيرة الأمريكية الجديدة في العراق التي ستكون في مواجهة تحديات خطيرة في وقت تحاول فيه واشنطن التعامل مع مسألة استمرار الجمود السياسي في العراق والتهديدات الأمنية المتصاعدة من جانب إيران والشارع الذي قد ينفجر في أي لحظة ويشير التقرير إلى أنه بعد مرور ستة أشهر على الانتخابات فأن جهود تشكيل الحكومة الجديدة ما زالت معطلة في ظل استمرار الخلافات حول كيفية تقاسم المناصب الحكومية في وقت يبرز فيه صراع آخر بين جماهير الاحتجاجات وبعض القوى السياسية التقليدية وهو تغيير يمكن أن يحدد الوجهة المستقبلية للسياسة العراقية كما يحدد التقرير مسألة التحدي الأمني كواحد من المجالات الأخرى التي يمكن أن تلقي بظلالها على دور السفيرة الأمريكية الجديدة مذكرا بالهجمات الصاروخية على المنطقة الخضراء التي تضم السفارة الأمريكية ومحاولات استهداف القنصليات والقواعد الأمريكية في العراق في هذا الملف تنضم معي بداية الكاتبة الصحفية هذه العويس عبر سكايب من واشنطن وأيضا أستاذ العلوم السياسية دكتور حيدر حميد من بغداد أهلا بكما ضيفي الكريمين وأبدأ من بغداد ومعك دكتور حيدر يعني ما هي بداية دعنا نتوقف عند أبرز الصعوبات والتحديات التي ستواجه السفيرة الأمريكية الجديدة في بغداد في ظل وجود أو في ظل انتظار العراقيين لحكومة جديدة لم تتشكل حتى هذه اللحظة تفضل شكرا جزيلا على الاستضافة وشكرا لحضرتك ولكل مشاهدي قناة الشرقية الأفاضل والعاملين فيها ولضيفتك الكريمة من واشنطن ورمضان عليكم كريم مرة أخرى يعني العراق هو كما يعلم الجميع هو ساحة مضطربة وساحة للصراعات الصراعات السياسية وكان جزء من آليات الصراع في المنطقة وبالتالي أعتقد أن السفيرة الجديدة سوف تواجه تحديات عديدة في الملفات شائكة عانى منها العراق طويلة والآن يمكن الاعتبار الملف الأبرز الذي يطل برأسه وهو حاكم في المشهد السياسي العراقي في الوقت الحاضر هو ذلك الانسداد السياسي والانغلاق السياسي بين القوى السياسية حول تشكيل حكومة واستحقاقات الدستورية القادمة يعلم الجميع أن ما يحصل اليوم من هذا الانسداد هو في أصله طبيعة الصراع السياسي في العراق لأن الطبقة السياسية بعد 2003 لم تكن تمارس التجربة التمقراطية بإدارة عملية سياسية بقدر ما إدارة السلطة بمعنى آخر أن هذه القوى السياسية تخوض غمار الانتخابات من أجل الوصول إلى السلطة وبالتالي لا يمكن أن تتنازل عن استحقاقاتها كوجود بالسلطة هذا التحدي الأول أعتقدني أولاية المتحدة الأمريكية ربما تحدي سياسي دكتور حيدر والمشكلة السياسية في البلاد دعني أتوقف بهذه المقطة وبالتالي هي تدفع أعتقد تمام مع ست هديل دعني أشرك ست هديل من واشنطن في هذا الحوار دكتور حيدر ست هديل كيف سيكون شكل العلاقة بين بغداد وواشنطن في ظل السفيرة الأمريكية الجديدة خاصة أن التقرير الأمريكي الذي ركز على هذا الموضوع وقال أنه سيكون هناك تغيير لنظرة أمريكا ونظرة بلادها تجاه العراق أين سيبرز هذا التغيير تحديدا وفي أي الملفات أفضلي نعم شكرا لك ولضيفك الكريم ورمضان مبارك عليكم طبعا هناك الكثير من التغييرات اليوم الموجودة في داخل العراق وبالتالي تتطلب أيضا تغيير في السياسة الأمريكية وأهم التغييرات أصلا التي تجري اليوم في العراق هو أن النفوذ الأمريكي داخل العراق علاقات الولايات المتحدة داخل العراق قدرت أمريكا على الوصول إلى المجتمع العراقي وحتى إلى المؤسسات السياسية العراقية ضعيفة جدا وتراجعت إلى حد كبير ما سمعناه من السفيرة رومانوسكي هي أنها ستأخذ سياسة جديدة قائمة على التواصل بشكل أكبر مع المجتمع العراقي على صعيد المواطنين وتحديدا على صعيد منظمات المجتمع المدني هذا ما قالته في جلسة الاستماع أثناء تثبيتها في الكونغرس الشهر الماضي وبالتالي ربما تأخذ سياسة مختلفة خاصة أن هذه السفيرة هي سفيرة تتحدث اللغة العربية بطلاقة وربما نراها تأخذ نشاطات أكثر لها طابع اجتماعي لها طابع إنساني في تغير للسياسات الأمريكية والشكل التواصل الأمريكي مع المجتمع العراقي نعم دكتور حيدر يعني برأيك هل هذه الخبرة التي تتمتع بها السفيرة الأمريكية الجديدة ستكون في صالح المجتمع العراقي وستنجح داخل المجتمع العراقي وطبيعة المجتمع العراقي هل ستنجح هذه التجربة يعني لهذه السفيرة كما كان في بلدان أخرى كانت هي سفيرة فيها تفضل يعني في الواقع السفيرة الأمريكية الجديدة لها تجارب سابقة في الوطن العربي يعني مارسة العمل الدبلوماسي في الجزائر والكويت وأيضا في نفس الوقت كانت لها تصريحات مثيرة للجدل في الكويت أثارت غضب المجتمع الكويتي المحافظ إذا أنعكسنا عن طبيعة سلوك السفيرة الجديدة على فيه مجتمع عراقي محافظة وخصوصا مع وجود قوى سياسية مناهضة للوجود الأمريكي تعتبر أي تحرك أمريكي باتجاه المجتمع العراقي هو محاولة إلى استقطاب هذا المجتمع إلى سلوك أو مظاهر سلوكية أمريكية لتعدها هذه القوى السياسية انحرافا لطبيعة المجتمع العراقي والسلوكي وشاهدنا الكثير من النشطاء السياسيين الذين تقربوا إلى السفارة الأمريكية وعقدت السفارة الأمريكية الكثير من البرامج التي استقطبت العديد من الناشطين السياسيين وفي نفس الوقت الناشطين في المجتمع المدني وكيف واجهوا هؤلاء غضبا من قبل قوى سياسية ومحافظة أعتقد أن هذا سيكون تحدي كبير للسفيرة الأمريكية عندما تعمل في مجتمع محافظة في نفس الوقت مجتمع منقسم باتجاه الوجود الأمريكي ونفوذه في العراق قصوصا في هذه المرحلة التي تشتد فيها آليات الصراع بين القوى السياسية في مجال تشكيل حكومة ربما تستخدم إذا ما تبعت هذه السفيرة الجديدة بالنمط من هذا السلوك بهذا المجتمع سوف تواجه انتقادا وربما تكون مادة إعلامية دسمة للقوى المناهضة للوجود الأمريكي وخصوصا الفصائل المسلحة إذا ما حصل هناك التغيير بطبيعة العلاقة ما بين أولاد المتحدة الأمريكية وإيران إذا ما وصلوا إلى اتفاق ما يتعلق الملف النووي بطبيعة آليات الصراع في المنطق عند يكون ذلك الحديث باتجاه آخر الآن علاقات الدولية التي تتوقف لله أيضا هي أحدى التحديات خليني نقش هذه النقطة أكثر مع الست هدير ست هدير يعني أمريكا لاعب قديم في السياسة العراقية اليوم ربما هناك تغيير في هذه السياسة تجاه العراق مسألة تحديدا الصراع الإقليمي بين واشنطن وبين تهران على أرض العراق هل سيكون هناك تغيير هل سينأ العراق عن نفسه أو عن هذه الصراعات بنفسه تفضلي يعني واشنطن خلال السنوات الماضية حتى بما في ذلك وفي عهد دونالد ترامب رغم أنه حدث أحداث جذرية مثل مقتل سليماني على الأراضي العراقية كانت واشنطن تحاول أن تبتعد أن لا تتوغل وتتورد أكثر في العراق ولكن نرى أن الجانب الإيراني هو من يحاول أن يجرر الولايات المتحدة اليوم لا يخفى على أحد أنه من نشهة نظر أمريكا أن النفوذ العراق الإيراني الكبير في العراق الذي يتوجه أحيانا خطوط سيادة العراق هي مشكلة كبيرة لأمريكا وأكثر للعراق نفسه ولكن أمريكا اليوم ليست بسبب التصعيد أو الدخول في حرب مفتوحة مع إيران على الأراضي العراقية ولكن يبدو أن هذه السفيرة ستعالج مثل هذه المسألة مثل تحديات الأمنية بأسلوب مختلف لكي تتوقف هذه الهجمات هذا التصعيد الإيراني ضد المفوذ الأمريكي يعني في كلمتها أمام الكونغرس أنه تغيير نظرة بلادها للتعامل مع العراق من خلال سياسة لوم إيران ماذا تعنيه سياسة لوم إيران وما الذي تقصد به؟ هي تريد من الولايات المتحدة أن تظهر للمجتمع العراقي بطريقة وأسلوب مبسط بعيد عن كل الشهاد السياسة والبيانات التقليدية أن النفوذ الإيراني الكبير التمغل الإيراني الكبير في العراق هو يضر العراق في البداية وخاصة مثلا في موضوع الاقتصاد لذلك هناك اليوم دعوات أمريكية لإصلاح مثلا النظام البنكي في العراق مساعدة العراق أمريكيا لإصلاح النظام البنكي فلا تتمكن مثلا إيران من الالتفاف على العقوبات المطبقة عليها من خلال الاستفادة من الاقتصاد العراقي والإضرار بالاقتصاد العراقي أقول للشعب العراقي نحن نريد أن نساعدكم بأشكال مختلفة. مثلا هناك توقع بأن تزداد أعداد فيز الدراسة التي ستمنح للمواطنين العراقيين للطلاب العراقيين ليأتوا ويدرسوا هنا في الولايات المتحدة في جامعات مرموقة. خاصة في الفروع العلمية المتطورة المتعلقة بالتكنولوجيا. وهناك أيضا تقوية للملف الأممي في العراق. تمام. أتوقف دكتور حميد معك عند نقطة الصراعات الأقليمية على أرض العراق. هل تعتقد اليوم أن الظروف الدولية والمتغيرات الدولية تمنح المجال للعراق؟ أو هل الظروف المحيطة اليوم في العراق تمكنه أو تعطيه الفرصة لأن ينأى بنفسه عن أي صراع خارجي أو إقليمي؟ في الواقع من الصعب جدا تحقيق هذه الأهداف في ظل وجود نظام سياسي هش ومراتس قوة هذه المراكز القوهية المتحكمة بطبيعة المشهد السياسي ويعلم جميع مدى ارتباط هذه القوى السياسية بقوة خارجية وبالتالي ربما هي جزء من عملية تنفيذ هذه الأجندة على الساحة العراقية ولذلك باعتقادي الشخصي أن العراق سيبقى جزءا من آليات الصراع في المنطقة ما بين صراع المحاور إذا ما استمر دون أن تكون مملكة حلول سياسية أو دبلوماسية للمشكلات في المنطقة يعني كلنا نترقب في هذه المرحلة تحدث هناك انفراجة ما يتعلق بالملف النووي الإيراني مع الولايات المتحدة الأمريكية وإضلا مع المجتمع الدولي وخصوصا مع الاتحاد الأوروبي إذا ما حصل هناك انفراجة في طبيعة العلاق ما بين الأطراف الولايات المتحدة الأمريكية من جهة وأيضاً الاتحاد الأوروبي وأيضاً الولايات المتحدة الأمريكية ربما تكون لها تأثيرات إيجابية لكن في نفس الوقت الحوار ما بين إيران وأيضاً المملكة العربية السعودية إذا ما أسفرت نتائج هذه الحوارات عن تقدم في المستوى الملفات التي ما زالت عالقة بين الطرفين ولم يحرز باتجاهها أي تقدم وأعتقد أن العراق سيبقى مستقبلاً هو جزءاً من آليات الصراع لكن أعتقد أن القوى السياسية في هذه المرحلة هي منشغلة في طبيعة الصراع حول تشكيل الحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ربما في هذه المرحلة تدفع باتجاه أن تكون هناك حل الأزمة السياسية في العراق لأنه لا تريد أن يكون العراق ساحة مضطربة في هذه المرحلة وهي تخوض مواجهة مع روسيا في أكرانيا وبالتالي تريد ضمان تدفق النفط العراقي إلى الخارج المجتمع الدولي خلصاً والولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها في نفس الوقت تدفع باتجاه أن يكون النفط الإيراني يذهب بديلاً عن النفط هذه هي تحديات كبيرة لكن من الصعب جداً خليني أنتقل من الصعب جداً الحديث تمام خليني أنتقل بسؤال استقرار في العراق أن يكون في ظن نظام سياسي إلى الست هديل هل ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على ربما أن تكون فاعلة في المشهد السياسي في العراق هل هي قادرة اليوم على حل هذه الأزمة السياسية في العراق وكيف يمكن حل هذه الأزمة السياسية عن طريق أمريكا يعني أعتقد لن يكون من السهل أبداً في مكان على الولايات المتحدة أن تحل الأزمات العراقية في النهاية الأزمات هي يجب أن يكون لها حلول داخلية خاصة أن الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية مثل ما ذكرت سابقاً تراجع نفوذها خسرت أصلاً فقدت الكثير من الأدوات التي كان تملكها على الأراضي العراقية ولكن في النهاية الولايات المتحدة كأمريكا لديها قدرات كبيرة متطورة تكنولوجية عسكرية سياسية بإمكانها أن تساعد العراق في هذه القدرات لأنها رأت أيضاً أن تراجع دورها تراجع وجودها في العراق أو مناطق أخرى في الشرق الأوسط أضر في نهاية المطاف في الولايات المتحدة ومصارح الولايات المتحدة أيضاً في أماكن أخرى حول العالم يعني نرى اليوم أمريكا ترغب أن يكون هناك إجماع عالمي إلى جانبها إلى جانب موقف أوكرانيا ضد روسيا لذلك أعتقد أن أمريكا اليوم صحت بعد حرب أوكرانيا إلى أهمية أن تكون متواجدة بقوة سواء في العراق أو سواء في منطقة الشرق الأوسط لذلك أعتقد أننا سنرى بصمة أمريكية أكبر في الفترة القادمة في العراق ولكن ربما ستكون بشكل مختلف بعيد تماماً عن التدخل العسكري عن كل ما عرفه الشعب العراقي من التدخل أمريكي هي ربما ركزت أكثر على القضايا الاجتماعية وأيضاً الثقافية كيف يمكن أن يكون دور السفارة الجديدة والبعثة الجديدة في هذين الجانبين في العراق وكيف يمكن دعم العراق في هذين المجالين باختصار ستهادين أعتقد أن السفيرة مثل ما قالت هي ستتواصل مع منظمات المجتمع المدني أعتقد أننا سنرى دعم أمريكي أكبر لموقف المنظمات الذي يؤسسها الشباب الذين يريدون أن يكون لهم دور في صناعة القرار السياسي في العراق وذلك من خلال تدعم مؤسساتهم مساعدتهم مثلاً دورات لكي يكون هناك أكثر دراية وخبرة لدي هؤلاء الشباب في الإدارة في السلطة أعتقد أنهم سينالون دعم كبير بالإضافة لمسألة نقطة مهمة جداً يعني مثل ما ذكرت هي تسهيل انتقال كثير من الطلبة العراقيين ليدرسوا في الفروع متقدمة واختخصصات التقنية تحديداً في الولايات المتحدة أشكرك جزيل أشكر الكاتبة والصحفية هذه الأعواز كنت ضيفتي من واشنطن أشكر موصول أيضاً إلى أستاذ العلوم السياسية دكتور حيدا الحميد شكراً جزيلاً لكم أهلاً بكم من جديد في كل مرة يبرز قضاء سنجار كواحد من أكبر التحديات التي تواجه الأمن في العراق حتى تحول إلى بؤرة توتر دائمة وقنبلة موقوطة قد تنفجر في أي لحظة يتداخل الأمن هناك ويتقاطع بين جهات أمنية كثيرة معظمها غير رسمية بينما تسعى قوات الجيش العراقي لتطبيق اتفاقية سنجار التي لم ترى النور بسبب حزب العمال الكردستاني نتابع التقريب قوات إضافية من الجيش العراقي أرسلت بالأسلحة الثقيلة إلى سنجار بعد تدهور الأوضاع الأمنية ووقوع اشتباكات مع جماعات موالية لحزب العمال الكردستاني في القضاء لوضع خطة ضبط الأمن وغلق الحدود مع سوريا سنجار هذه المدينة التي ما تكاد تنفك أزمتها حتى تعود من جديد تارة بسبب اشتياح تنظيم داعش وتارة أخرى نتيجة سيطرة مسلح حزب العمال الكردستاني الذين يقوضون الأمن في المدينة ويمنعون عودة النازحين وفرض الاستقرار يبلغ عدد النازحين الأيزيدين في مخيمات إقليم كردستان نحو 300 ألف شخص لا يمكنهم العودة نتيجة عدم وجود ضمانات أمنية في ظل سيطرة مسلحي اليابشة الجناح المحلي للبككة في المدينة ووقعت وزارة الداخلية في إقليم كردستان والحكومة العراقية اتفاقية تطبيع الأوضاع في سنجار بهدف إعادة النازحين والإعمار وإعادة نشر قوات مشتركة من الجيش والبشمرقة وتعين عناصر محلية لتأمين المدينة لكن مراقبين يؤكدون أن حزب العمال الكردستاني يرفض التعاون والتطبيع لأهداف خارجية تتيح استمرار سيطرته على المدينة للإبقاء على الحدود مفتوحة مع سوريا وسيطر حزب العمال الكردستاني على المدينة عقب طرد تنظيم داعش عام 2015 وشكلوا قوتين محليتين لا تزالان تسيطران على المدينة وعادة ما يستهدفون قوات الجيش العراقي ويمنعون الإدارة المحلية ونواب البرلمان من الدخول إلى المدينة في هذا الملف ينضمع الباحث الموصلي محمد عباس من أربيل وأيضا النائب عن سنجار ماجد شنجالي عبر سكايب أهلا بكم ضيفي الكريمين وأبدأ معك سيد ماجد هل أصبحت سنجار بؤرة توتر دائما تهدد أمن العراق وأمن سنجار تفضل بداية تحية طيبة لك ولضيفك الكريم ولمشاهدي قناة الشرقية الكرام في الواقع لحد هذه اللحظة بالتأكيد سنجار أصبحت بؤرة للتوتر ليس فقط في منطقة سنجار إنما في محافظة نينو وحتى قد يتمتد تأثيرها إلى مجمل العراق لأن هناك تداخل أقليمي ومحلي في هذه المنطقة قوات اليفاشة الموجودة في سنجار اليوم مدعومة داخليا من قبل كتل سياسية تدعمها وبالتأكيد هناك حتى دعم إيراني لتواجد هذه القوات لأن تستخدم كوارقة الضغط على أقليم كردسان وخاصة على الحزب الديمقراطي كتل سياسية عراقية داخلية بالتأكيد كتل سياسية عراقية لأن اليوم الفوج الثمانين هو كل وجله من مقاتلي يفجأ وهو منظوي في هيئة الحجر الشعبي ويستلم رواتبهم من الحجر الشعبي ويقوم بتوزيعها على المقاتلين آخرين غير العراقين الصحيح أن هؤلاء المقاتلين عراقين ولكن الرواتب والأسلحة والدعم الوجستي يذهب إلى مقاتلين آخرين غير عراقين مسألة أخرى مهمة جدا اليوم مديرية شرطة السنجار التي تمثل حيبة وسيادة الدولة في القضاء محتلة من قبل قوات اليفشة في حين مديرية شرطة السنجار تقوم بالدوام في بيت أحد المواطنين منذ تحرير السنجار ولحد هذه اللحظة لذلك أعتقد أن الحكومة الاتحادية إجراءاتها لحد الآن ليست بالمصطوى المطلوب هناك محاولات كثيرة من قبل الجيش العراقي في فرض الأمن ولكن الجانب السياسي كثيرا ما يعرقل هذه الجهود إذن الجانب السياسي يعرقل الجهود سيد محمد أرحب بك مجددا إلى أي مدى يهدد اليوم البككة أمن سنجار وأمن العراق وإلى أي مدى سيبقى صامدا هناك وسيبقى يهدد الأمن هناك وهل تتفق مع مقاله السيد ماجد شنغالي بأن الموضوع له جوانب سياسية عديدة وأن هناك جهات سياسية داخلية عراقية يعني تستغل ربما عناصر حزب العمال الكردستاني لأغراض سياسية وتدعم تهديداته الأمنية المستمرة للقضاء تفضل نعم تحية لك سيدتي و لضيفك الكريم و لمشاهدي قناة الشرقية الكرام بالتأكيد أتفق مع ما طرحه السيد النائب بشكل كبير قضية سنجار أصبحت واضحة والتداعيات المتكررة من 2015 إلى اليوم الحكومة المركزية يبدو أنها بادرت أكثر من مرة باتجاه إجراءات معينة تحريك قطاعات عسكرية باتجاه فرض سلطة الدولة فرض القانون جعل سنجار تخضع للقوات العسكرية و الأمنية الرسمية لكن كل تلك المحاولات لم تنجح باعتقادي و اعتقاد كثير من المراقبين إلى حد هذه اللحظة في حل مشكلة سنجار بشكل كامل من الواضح جدا أن السبب و المشكلة الأساسية في داخل سنجار هو حزب العمال الكردستاني هذا الكيان السياسي القومي المسلح الذي يخضع لإرادات إقليمية و ينفذ أجندات معينة فبالتالي قضية سنجار تحكمها الإرادة الإقليمية أكثر من المستفيد من بقاء حزب العمال الكردستاني في سنجار قلت لك هناك إرادات إقليمية إيران بشكل واضح جهات إقليمية جهات إيران بشكل واضح هناك من الواضح جدا أن إيران تحاول أن هناك تخادم كبير بينه و بين حزب العمال الكردستاني منذ أن حصل اتفاق بين الحكومة التركية و قيادات منظمة حزب العمال الكردستاني في عام أعتقد 2013 و إخراج عناصر هذا الحزب قارج تركيا و تمركزت هذه القوات في جبل سنجار و في ظل صمت من قبل الحكومة العراقية أنا ذاك في الولايات الثانية لحكومة السيد المالكي و يبدو أن ذلك كان أيضا بمباركة إيرانية لأنها حاولت أن تستثمر وجود هذه القوات لتشكل ممر من خلالهم إلى سوريا و بالتالي إلى بيروت فبالتالي هناك إرادة إقليمية واضحة هذه حزب العمال الكردستاني دعم ميليشيات أو فصائل أو تشكيلات مسلحة أيزيدية بالتالي هذه الفصائل أيضا انضمت إلى فصائل الحجد الشعبي تحت عنوان الفتح المبين وبالتالي هذه تأخذ كما أكد السيد النائب وأكدت جهات رسمية أخرى تأخذ رواتب من الحكومة العراقية فبالتالي نحن أمام مشهد معقد إذن إيران هي الجهة المستفيدة من توتر الأمن في سنجار سيد ماجد شنغالي ما الذي تريده إيران من توتر الأمن هناك ماذا تستفيد إيران من أن يكون سنجار متوتر من الناحية الأمنية المسألة لا تتعلق بالتوتر إيران تستخدم حزب العمال الكردستاني أو ما يسمى ليفشك ورقة ضغط كما قلت لك في البداية على أقليم كردستان وخاصة حزب الديمقراط الكردستاني صاحب النفوذ الأوسع في منطقة سنجار والدليل أنه فاز بثلاث مقاعد نيابية في منطقة سنجار المسألة الأخرى أنه ورقة ضغط على تركيا أيضا يعني اليوم حقيقة الجانب الإيران يعمل بشكل واضح على أن يكون له تأثير ونفوذ كبير في الداخل العراقي المسألة الأخرى أن هناك طريق يمتد من ديالة مرورا بكركوك وصولا إلى سنجار وصولا إلى أراضي السورية لدعم الفصائل المسلحة الإيرانية هناك أيضا هناك طريق يمتد من بغداد إلى الأنبار إلى دمشق هذه كلها يجب إيران تريد الحفاظ على نفوذها وتأثيرها في العراق وبالتأكيد كما قلت لك الكتل السياسية المقربة من إيران تدعم تواجد اليفجة أو الفككة في سنجار لأنه يدعم وجودها وتأثيرها القوي وبالتأكيد هي استغلت وكما قلت لك قبل قليل أن كل المقاتلين اليفجة المنظوين تحت الحجر الشابي عراقيين يعني بصفة رسمية ولكن المسألة أن قيادات هؤلاء غير عراقين يعني الدور الإيراني فيما يتعلق بحزب العمال الكردستاني هو من يعرق الجهود ربما تحسين الأوضاع هناك هل هناك دور إيراني لا يريد أبدا للقضاء أن يستقر وهل يجب علينا أن نعترف بأن وجود عناصر البككة هو أمر واقع في سنجار حاليا هو أمر واقع وبالتأكيد البذغة من خلال الأدوار التي قاموا بها في سنجار والأنفاق التي حفروها في جبل سنجار والنقاط التي يتواجدون فيها وكذبهم للكثير من الناس بسبب العوز الاقتصادي بسبب الفاقة بسبب الاحتياج لأن خاصة وضع سنجار وضع ماساوي يقوم بتوزيع الرواتب عليهم من 200 دولار إلى 300 دولار هؤلاء أصبحوا أيضا لهم قاعدة ولكن هذه القاعدة غير مضمونة لأنها مكتسبة أمام وضع اقتصادي خاص لذلك لو الحكومة الاتحادية تعمل على تشكيل أفواج خاصة بها أولا تابع للحكومة الاتحادية أغلبهم سيقومون ب عدم الانتماء إلى قوات البككة أو اليابجة لذلك أعتقد الحكومة الاتحادية أيضا مقصرة في هذا الجانب لأنها لم تولي قضية سنجار اهتماما خاصا منذ تحريرها عام 2015 ولحد الآن سواء من ناحية الإعمار أو من ناحية كثب الكثيرين من أهاليها كموظفين أو كمتسوين خليني أتوقف عند هذه النقطة سيد ماجد مع سيد محمد سيد محمد هل ما يحتاجه قضاء سنجار فعلا كما تحدث سيد ماجد أن اهتمام أكثر بهذا الملف من قبل الحكومة الاتحادية أم بحاجة إلى فصل أي جهات أو أي إرادات خارجية عن القضاء ليتم حل أمور القضاء وإعادة الأمن إليه وبالتالي إعادة النازحين بالتأكيد الحكومة من سؤول الأول سنجار قضاء عراقي تابع لمحافظة عراقية بالتالي من المسؤول عن بسط الأمن وبسط نفوذ الدولة في هذه البقعة الجغرافية الحكومة هي المسؤول الأول والحكومة يبدو أنها أخفقت لحد هذا اليوم في وضع حل هذه الإشكالية الكبيرة ما الذي يمنع تنفيذ اتفاقية سنجار حتى هذه اللحظة وتطبيع من الوضع هنا من الواضح الاتفاقية التي حصلت بين أربيل وبغداد في محاولة لتطبيق اتفاقية معينة ومحاولة إعادة الاستقرار وإعادة النازحين أهم هاجس كان أمام انتشار تلك القوات ووجود ميليشيات حزب العمال الكردستاني هذه حقيقة واضحة ما الذي يمنع وين يكمن الحال؟ الحل يجب أن تتوفر إرادة سياسية عراقية حقيقية لأنه حتى داخل المشهد السياسي العراقي باعتقادي لا يوجد هناك توافق كامل تجاه قضية سنجار لا يوجد توافق لصيأة حال معين هناك صراع جداد هناك كل جهة ربما تحاول أن تستخدم سنجار كوراق الضغط وبالتالي الشعب هناك هو الضحية هناك اليوم الشعب داخل سنجار يعني يعاني من تشتت ديمغرافي وتشتت سياسي وأمني وإداري وبالتالي يعني الشعب هناك منقسم قسم مؤيد لحزب العمال الكردستاني قسم مؤيد لإقليم كردستان قسم للحكومة العراقية قسم متعاطف مع الحجد الشعبي هذه الفوضة من ينظمها يعني هل نترك الأمر هكذا على الغارب أم لابد من أن تسعى الحكومة العراقية السلطة العراقية باتجاه خطوات الحل بالتنسيق المناسبة مع الجهات الدولية الفاعلة تركيا وإيران ويذهبوا باتجاه حل لهذه القضايا الشائكة سيد ناجد شنجالي إذا يجب أن يتتوفر الإرادة السياسية يعني قضاء سنجار حاله حال أي ملف عراقي يجب أن يكون هناك إرادة سياسية هل الإرادة السياسية اليوم في العراق ستبقى غائبة إلى حين تشكيل الحكومة العراقية؟ ما نلاحظه الآن هو لحد هذه اللحظة غياب الإرادة السياسية بالرغم من بعض الإجراءات التي قام بها الجيش العراقي من بسط نفوذي على الكثير من المناطق ولكن أغلب بنود الاتفاق الذي جرى توقعه بين بغداد وأربيل سالة مجمدة سوى قبول 2500 منتسب من أهالي سنجار في القوات الأمنية أو إخراج قوات اليبجة والحج الشعبي خارج المدينة قيام بالإعمار المدينة وآخر قرار اليوم التخذ هو تعيين محافظة نينوة سيد نجو الجبوري كقائم مقام لقضاء سنجار من موقع أدنى حقيقة هذا في الواقع سيسبب الكثير من الإشكالات والمعاوقات لأهالي سنجار من النازحين لأن أغلب المعاملات المدنية تحتاج إلى توقيع القائم مقام وأغلبهم اليوم 80% يسكن في إقليم كردستان هذه مشكلة أخرى ستضاف إلى مشاكل النازحين لأهالي سنجار مع أنها قد تكون خطوة سياسية باتجاه الحل ولكن مع ذلك نريد أن تكون الخطوات فعلية وتدرس كافة الجوانب الإيجابية والسلبية منها ما نراه أن الحكومات العراقية المتعاقبة هي حكومات ردود أفعال وليست حكومات أفعال لذلك السيد الكاظمي عليه أن يولي مدف سنجار اهتماما خاصا وأن يعمل على حله هو يجمع إيران والسعودية على الأرض العراقية ويجمع تركيا والإمارات على الأرض العراقية لذلك عليه أيضا أن يجمع الفرقاء العراقيين في بغداد لحل مشكلة سنجار لأن الخاسر الأكبر هو أهل سنجار وشعب سنجار سيد ماجد نتمنى أن يعود الأمن بأسرع وقت إلى سنجار أشكرك جزيل الشكر نائب عن سنجار ماجد شنكالي كوتا ضيفي عبر سكايب أشكر موصول إلى الباحث الموصل لمحمد عباس كنت معي من أربيل شكرا جزيلا لكما خلال أقل من أسبوعين سجل العراق أربع وفايات وثمان عشرة إصابة بالحمى النصفية ليثير هذا المرض الزعرى في البلد فما هو مرض الحمى النصفية وما أبرز أنواعه وهل هناك علاج وكيف يمكن الوقاية من أمراض الحمى النصفية الفيروسية نتابع التقرير ونعود لنجيب على هذه الأسئلة في الوقت الذي ما يزال العراق يتعافى فيه من وباء كورونا وتداعياته ظهر فيروس الحمى النصفية مرة أخرى مسببا هلعا بين الأوساط الشعبية وسجلت وزارة الصحة أربع وفايات وثمانية عشرة إصابة متوزعة بين البغداد وذيقار على مدى الأسبوعين الماضيين وتشكل مجموعة أمراض معدية مرض الحمى النزفية الفيروسية ويمكن أن تتسبب في علة شديدة تهدد الحياة من خلال تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة وهو ما يجعلها تنزف وتعيق قدرة الدم على التجلط وهي عدة أنواع منها حمى الظنك والإيبولا والحمى الصفراء وتنتشر الحمى النزفية الفيروسية بلدغات الحشرات المصابة بالعدوى كالبعوض أو عن طريق مخالطة الحيوانات المصابة أثناء ذبحها من دون استخدام الملابس الواقية والنظارات وكذلك عبر تعرض الجروح لدم مصاب أو سوائل الجسم الأخرى ويرى أطباء أن الاستمرار بتجاهل تعليمات الرقابة الصحية وعدم الالتزام بسبل الوقاية وإهمال النظافة الشخصية أمور من شأنها أن تسرع وطيرة انتشار المرض بشكل وبائي بهذا الملف ينضمعي أستاذ المناعة أحمد رشدي من بغداد أهلا بك دكتور أحمد بداية ما هي الحمى النصفية وكيف جاءت إلى العراق مساء الخير وكل عام بخير ورمضان كريم وإن شاء الله الآيات دائمة في العراق العظيم حقيقة العراق مشهور منذ سنة 1979 بمرض حمى القرم الكونغو النزافية هذا سنة 79 كانت بداية توطن هذا الفيروس في العراق هو طبعا فيروس تتابع لعائلة اسمه باني فيريدي والفيروس اسمه نيروفيروس اكتشف في شبه جزيرة القرم سنة 1944 ثم اكتشف مرة أخرى في الكونغو سنة 1969 ومن ثم لوحظ في العراق كوباء متوطن سنة 1979 هذا الوباء أو هذا الفيروس عادة ما تنقل نوع من المفصليات المفصليات يسمى القراد ويسمى الهيلومة قراد شفاف العين وهذا القراد المصاب يأتي فيصيب الحيوان سواء أغنام أبقار ماعز حتى الحصان أيضا عندما يصيبه يبقى حوالي سبوع دوار في هذا الفيروس داخل جسم الحيوان ومن ثم تأتي قرادة أخرى غير مصابة تأخذ مص الدم وبالتالي تصاب أيضا وهكذا هذه الدورة تصير بهالشكل هذا الإنسان وطبعا واحد من الزونوتك ديزيزز واحد من الأمراض اللي ينتقل بين الإنسان والحيوان الإنسان انتقال الفيروس للإنسان يتم عن ثلاثة طرق الطريق الأول أن تكون القرادة المصابة يعني تكون تصيب الإنسان هذا واحد هذا طريق أول الطريق الثاني أن يتم ملامسة الأجزاء الحيوانية المصابة من لحم من سوائل وغيرها هذا الطريق الثاني وطريق الثالث أن يتم إصابة إنسان من خلال إنسان مصاب آخر من خلال إفرازاته من خلال التنامس وبالتالي هذه الثلاث طرق هي أساس في الإصابة بهذا الفيروس نسبة الوفيات وهذا منطقي خليني أتوقف عند نسبة الوفيات تخديدا في العراق هذا أمر طبيعي كيف تصف موضوع الوفيات في العراق وإصابة العراقيين أو عدد الإصابات اليوم هل يجب علينا أن نقلق من عدد الإصابات أم أنه أمر طبيعي لا لا هذه الدول يعني العراق الكويت سعودية تعتبر من الدول الحساسة جدا عندما يعني يصعد عدد الإصابات ممكن أن نصل إلى جائحة هذه واحدة المسألة الثانية هناك أربعين بالمئة وفيات يعني عندنا ثمنطعش إصابة أربع وفيات يعني النسبة طبيعية بالنسبة للثمنطعش لكن هذا يعطي انطباع أن هناك مشكلة حقيقية في العراق لأن تصاعد الإصابات يشير يعني يدق ناقص الخطر خلينا لا ننسى مسألة مهمة جدا ليش ذيقار تحديدا ذيقار لأنها محافظة زراعية لديها ثروة حيوانية موجودة وواضحة المعالم وأيضا خلينا لا ننسى مسألة مهمة جدا القراد نوع الهايالومة موجود في العراق وموجود في هذه المناطق بالتالي هذا يعطي انطباع أن الإصابات ستتركز ها هنا ومن ثم تنتشر إلى مناطق أخرى يعني قد تنتشر إلى مناطق أخرى طيب دكتور أحمد إلى أي مدى هذا الفيروس أو هذه الحمى تهدد حياة الإنسان وما هو العلاج وحقيقة المسألة خطيرة ليست سهلة طبعا هي تتدرج الإصابة أولا حضانة حضانة الفيروس فترة حضانة الفيروس تفرق بين إذا أصيب الإنسان بالقراد أو تم ملامسة أجزاء مصابة ففترة الحضانة مع القراد من واحد إلى ثلاثة إلى تسعة أيام بينما ملامسة الأجزاء المصابة قد يصل إلى تسعة أيام فإذا هذه الفترة هي فترة قصيرة جدا لمحاولة ابتداء حمى ثم صداع وآلام مفاصل آلام عضلات ثم تبدأ غثيان ثم تقيو ثم بعد ذلك تبدي حالات النزف في الأخشية المخاطية وتبدي كدمات تصير على الجلد ثم لا سمح الله تنتهي بـ يعني يصير عجز تام في الكلا والرئة والكبد وهذا هو سبب الوفاق لأن الوقت لا يسمح لي بدي إجابات نوعا ما مختصرة يعني أولا بدي أتوقف على قدرة العراق الطبية لاستيعاب هذا المرض أو هذا الوباء الجديد وأيضا مسألة الوقاية ويعني ما هي أبرز الإرشادات التي قد نطرحها اليوم أو ننقلها إلى الناس عبر منشرة أحمر تفضل هو ابتداء خلينا نكون واضحين العلاج لا يوجد علاج حقيقي لكن الريبافارين كمضاد فيروسات هو أثبت أنه يستطيع أن يخفف من هذه الحالات ولا يقضي عليها هذه هي نقطة أولى النقطة الثانية أنه يجب أن تكون هناك استراتيجية للقضاء على المرض والاستراتيجية تنقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول القضاء على القراد الناقل للمرض وبالتالي استخدام مبيدات معينة للقضاء على هذا القراد النقطة الثانية في الاستراتيجية هو دائما يكون الذبح داخل المذابح وبالتالي عدم وجود هذا الشيء يؤدي إلى انتشار هذه اللحوم الملوثة وبالتالي انتشارها ولذلك نشوف بين ناصرية وبغداد حدث هذا الأمر النقطة الثالثة والنقطة المهمة هو العاملين في القطاع الزراعي وكيفية وقاية العاملين في القطاع الزراعي هذه المفروض استراتيجية تنشأ بثلاثة أذرع النقطة المهمة أحنا الآن أعتقد وأقولها وللمرة يمكن لعشرات المرات قلتها في قناتكم الغارات نحتاج الآن إلى إنشاء هيئة وطنية للسيطرة على المسببات المعدية العراق محتاج أن ينشأ هكذا هيئة حتى نستطيع أن يكون لدينا أنذار مبكر لدخول هذه الأمراض أو هذه الأمراض وكيفية السيطرة عليها لأن خلينا لا ننسى الحمى النزفية ترى ليس هناك لقاح علاجات قليلة وعلاجات فقط على العلامات السريرية أنهي بمسألة مهمة جداً أهم نقطة في هذه المسائل يعني في محاولة الوقاية من هذا المرض هو النظافة التامة لمجموعتين مجموعة العاملة في القطاع الزراعي والمجموعة التي تتعامل مع اللحوم التي يعني للاستهلاك البشري أشكرك جزيل شكر أستاذ المناعة دكتور أحمد رشدي كنت ضيفي في هذا الملف وإلى ملفنا الأخير حيث استحوذ الملياردير الشهير صاحب شركتي تيسلا وسبيس اكس إلون ماسك على شركة تويتر مقابل 44 مليار دولار في صفقة تخصيص وصفت بأنها ستكون الأضخم خلال العقدين القادمين فيما طرح التساؤلات حول ما قد يفعله أثر رجل في العالم بمنصة التواصل الاجتماعي التي يفضلها القادة وقال ماسك في البيان الذي أعلن فيه نجاح الصفقة إن حرية التعبير هي حجر الأساس لديمقراطية فاعلة تويتر هو ساحة المدينة الرقمية حيث تتم مناقشة الأمور الحيوية لمستقبل البشرية كما أكد ماسك أنه يريد أن يطور تويتر ليصبح أفضل من أي وقت مضى من خلال تحسين المنتج بميزات جديدة وجعل الخوارزميات مفتوحة المصدر لزيادة الثقة وهزيمة روبوتات التغريد العشوائي لكن مواقع التواصل أعادت تناول تغريدة قديمة كان قد غرد بها ألون ماسك في 2017 كتب فيها أنه يحب تويتر ليرد عليه ممثل ستاند أب كوميدي الأمريكي ديف سميث ويقول إذن لماذا لا تشتريه؟ وبالفعل فإن ألون اشترى التطبيق بعد خمس سنوات من هذه الحادثة المفاجأة في هذه الصفقة هي دخول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الخط ليعلن أنه لن يعود إلى تطبيق تويتر سيكتفي بالمنصة التي يمتلكها وهي تروث سوشال حول هذا الملف ينضم معي خبير الإتصالات علي أنور من بغداد أهلا بك علي بداية دعنا نتوقف عند مصير تويتر بعد أن اشترى الملياردير إيلون ماسك تفضل نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك ولكل من يشاهدنا اليوم مواقع التواصل وكالات الأنباء كل من يهتم بالبيانات يراقب هذه الصفقة ويحاول التنبؤ بما سيفعله ماسك بمنصة مشهورة ولها تأثير بالعالم كله ما هي التغييرات التي ستطرع على هذه المنصة ما الذي ينوي فعله بالحقيقة إيلون ماسك دائما يعودنا على المفاجآت بدأ بتسلا سبيس اكس دائما هو يبحث عن الابتكار بشكل عام يبحث عن أفكار جديدة دائما ما يحاول أن يضع الأشياء في أمور قد تكون لا تطرع على بال المستخدم للوهلة الأولى ولكن هو دائما ما يحاول أن يضع امتيازات جديدة لما يملكه من شركات يتفوق بها هذا من جانب من جانب آخر الجميع الآن سواء كان حكومات أو رجال أعمال الكل يبحث في عملية الاستحواذ عن البيانات ومنصة مثل منصة تويتر غنية بالمعلومات وفيها تأثير بالعالم شديد لاحظنا نحن في تأثير منصات التواصل الاجتماعي علي فقط لكي لا أخرج يعني عن تحريك الشعوب يعني أنتقل معك الحديث عن ربما البيانات والاستحواذ على البيانات كما تفضلت أود منك نظرة للتغييرات التي قد تطرع على تويتر في عهد ماسك طبعا من أهم التغييرات التي ينتظرها المستخدمين لهذه المنصة ومن خلال استبيانات أجرتها المنصة والفريق التقني ما هو ما يسمى بتعديل التغريدات يعني هل سيقضي على ربما التغريد الأشوائي كما وصفهم هذا يعني تحدي كبير لأن هذه التغريدات العشوائية تحدي ليس فقط على هذه المنصة على جميع المنصات وهو قال بالحرف الواحد سأقضي عليها أو سأحاول حتى أموت يعني لأنه لحد الآن التحدي كبير في القضاء على هذه واليوزرات الوهمية علي ما هو مصير هذه اليوزرات الوهمية التوعدة حسب ما بيّنت وكالات الأنباء والتقارير التي نؤشرت مؤخرا أنه سيحاول القضاء على الحسابات المزيفة وعلى الروبوتات التي تقوم بنشر التغريدات وذلك من خلال عملية التحقق من الهوية بشكل أفضل من ما هو عليه الآن وسيضيف خاصية التحقق التي هي نرى في بعض الحسابات هناك علامة التحقق بأن هذا الحساب هو بالفعل يعود إلى الشخص الفلاني سيمكنها بشكل أكبر مع ضوابط أكبر لكي يقوم بالقضاء على هذه الحساب إضافة إلى هاي سيقضي على حالة التميز لأنه بعض المنصات أحيانا تميز بين شخصية وأخرى عامل الثقة بعد أن استحوذ ألون ماسك على أغلب أسهم تويتر انقسم المغردون كما يعني العادة بينما رحب بهذه الخطوة وبينما من أعلن أنه سينسحب من تويتر بسبب فقدان الثقة بعد أن اشتراه ألون ماسك يعني هل تعتقد أن تنسحب بعض ربما تحديدا القيادات والسياسيين من تويتر بسبب يعني عامل الثقة تحديدا في الحقيقة لا أتصور أنه سيكون هناك انسحاب كثير إلا إذا طرأ بعض التغييرات التي تؤثر على الخصوصية أو على الحسابات المزيفة وكيفية التعامل مع المستخدمين بالعكس ممكن أنه ماسك سيجلب مستخدمين أكثر إذا قام بالتغييرات التي يحتاجها المستخدم في تويتر اليوم في تويتر في مثل ما بينت مشكلة التعديل وإضافة إلى مشكلة حد الكلمات المسموح بها بالتغريدة الواحدة أيضا وعد أنه سيعطي مجال أكثر للتغريدات لأنه هناك البعض من يريد أن ينشر مقال يحتاج إلى أن يقوم بأكثر من تغريدة حتى ينشر الحديث أو المقال الذي يريد أن يبين بالمنصة فهذه التغييرات وما نعم تفضل تابع نعم هذه التغييرات التي ينتظرها المستخدم بالعكس هي رح تخلي يعني يثبت على هذه المنصة إضافة إلى هذا اليوم هناك منصات أخرى موجودة وبها نفس المشكلة يعني اليوم إذا نتكلم على الفيسبوك فهي أيضا مملوكة إلى شخص كل المنصات بالنهاية هي مملوكة إلى شركات جوجل إنستال فيسبوك هي مملوكة إلى شركات وهناك من يتحكم بها هناك من يتخوف من سياسة ماسك ممكن يغير من سياسة المنصة بشكل عام وهناك من يحب المنصة مثل ما هي مثل ما هي الآن موجودة ويخافون من التغيير أنه يكون مو من ضمن طموحات ومن فرح يضطرون إلى التغيير هناك من يتفعل الخصوصية اليوم بالعالم وقت هذه الفقرة انتهى ليس علينا إلا أن ننتظر كيف سيكون شكل تويتر في عهد إيلون ماسك إلى هنا نصل إلى ختام لفات منشيط أحمر لهذا اليوم وعدنا يتجدد يوم غد إلى اللقاء